كاملين معاكم فقراتنا الصباحية من دنيا يا دنيا لليوم ونصبح طبعا على كل اللي ينضمون لنا هلأ بهدف تكريم الجهود التنموية وتشجيع التمييز والإبداع في مجال العمل التنموي تم إطلاق جائزة الأميرة بسمة بن طلال للعمل التنموي وخدمة المجتمع رح نتحدث عن الجائزة وبالتفصيل عن جائزة هذا العام مع محمد لعموش مشرف الليجان الشبابية وعضو جائزة الأميرة بسمة للعمل التنموي بالصندوق الأردني الهاشمي للتنمية أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح المهور أهلا وسهلا فيك يعني زينا نحكي هيك عن الجائزة بشكل عام أعطينا النبد عنها هلا الجائزة صراحة هي بلشت بيعني هي مبادرة من الصندوق الأردني الهاشمي أعلن عنها بشهر أيار 2011 لتكريم جهود سمو الأميرة بسمة بن طلال في العمل التنموي وخدمة المجتمع يعني هي بمسيرة طويلة لسمو الأميرة بما يزيد عن 30 سنة بهذا المجال فهي إجت لتكريم هذه الجهود نعم طيب إذا بنا نحكي هلأ عن الجائزة الأولى إذن زي ما حكيت هي تم إطلاق الجائزة بعام 2010 2011 2011 يعني السنة الماضية كانت الجائزة الأولى وهي السنة هي الجائزة الثانية إذا بنا نحكي عن الجائزة السنة الأولى إيش كان موضوحها مين استهدفوا بهذه الجائزة هلأ الجائزة الأولى اللي نأخذت في 2012 كانت حصرياً بس للجان نسوية في الصندوق الأردني الهاشمي الصندوق الأردني الهاشمي هو عنده شبكة مراكز كبيرة تتشكل من 50 مركز في جميع مناطق المملكة فكانت للجان نسوية واللي حصلوا عليها هم اللجان نسوية في محافظة المفرق بمركز أميرة بصمة للتنمية المفرق لمبادرة كان اسمها كلنا أبنائك عملوها الستات كانوا بيزوروا أو استهدفوا هم كبار السن من السيدات اللي ما كان لهم نصيب يكون لهم أولاد أو أولادهم ما عم بيسألوا عنهم فهم كانوا بيزوروهم بياكلوا معهم بيطبخوا معهم بيشوفوا شو احتياجاتهم إذا محتاجين دكتور فهم يعني مهتمين بهذه الفئة كانوا بالبداية جميل فأخذوا الجائزة وإحنا عشان جزء من المهم أنه لما تأخذ الجائزة هي تطور وتكمل عملية المبادرة يعني تزبطها نعم فهلا صار اسمها كلنا أبنائكم وأضافوا لإلها أو دخلوا فيها اللجان الشبابية في المركز وصاروا اللجان نسوية واللجان الشبابية هم يزوروا السيدات والرجال اللي ما عندهم أبناء إذن توسعت وتطورت رح نحكي أكتر بالتفصيل عن الجائزة للعام الأول 2011 لكن زي ما عرفنا أستاذ محمد أنه هاي السنة توسعت الجائزة السنة الأولى كانت فقط يعني تقتصر على المراكز وخلينا نقول الجمعيات اللي كانت تحت مظلة الصندوق الأردني الهاشمي لكن توسعت هذا العام لتشمل كل شباب الأردن يعني مش بالضرورة يكونوا تحت مظلة الصندوق الأردني الهاشمي فأحكي لنا كيف قررتوا أنكم تتوسعوا في الجائزة السنة الأولى كانت لسه كسنة بداية فكانت زي ما حكينا قبل شوي هي بس للصندوق هلا توسعت وصارت لشباب الأردني من عمر 18 إلى 35 بكافة أنحاء وقرى وبادية المملكة نعم اللي عم نشوفه إحنا من خلال عملنا في الصندوق إحنا كثير منزل ميدان ومنزل على القرى والمحافظات والبوادي الأردنية فعم نشوف أنه فيه إبداعات شبابية فيه مبادرات بتطلع كثير كبيرة فاللجنة قررت أنه سنة تكون هي للشباب من عمر 18 إلى 35 بس على فئتين الفئة الأولى اللي هي الشباب ضمن مؤسسات طبعا الشباب ضمن مؤسسات هم تحت مظلة مؤسسة يعني مسجلين خلينا نقول يعني متطوع في مؤسسة وعمل مبادرة من خلال هاي المؤسسة هاي الفئة الأولى الفئة الثانية اللي هم مجموعة الأفراد والجماعات مجموعات شبابية الغير رسمية الناس وأصحابهم قرروا يعملوا مبادرة مفيدة لمجتمعهم هاي اسمها غير رسمية فهذول بقدروا يقدموا طبعا ممتاز طيب هل فتح باب الترشيح أو الترشح للجائزة؟ طبعا هو باب الترشح فاتح له فترة وآخر يوم للتسجيل أو للترشيح هو 28.02 الساعة ثلاثة بعد الظهر يعني هو بنهاية هذا الشهر الساعة ثلاثة نعم وكيف إقبال فئة الشباب للجائزة؟ والله في نسبة منيحة متقدم يعني احنا كنا عم نشورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعتنا كتب رسمية للمؤسسات الوطنية اللي بتشتغل مع الشباب نعم ففي إقبال يعني وإن شاء الله احنا منتمنى بعد الحلقة هاي يصير إقبال أكبر يعني من شبابك إن شاء الله طيب هل هناك يعني لجنة خاصة أو لجنة التحكيم خاصة هي رح تشرف على الجائزة؟ طبعا هلأ في يعني لجنة الجائزة تسمو الأميرة بصمة هلأ اللجنة هي دورها بتقرر إيش الموضوع السنة بيكون يعني زي السنة الأولى كانت لجنة نسوية هلأ الشباب بشكل عام وهي بتختار إيش الموضوع وكمان هي بتقوم بفرز وبتشوف الطلبات اللي تقدمت وبتشوف إيش الأولويات وبتشوف حسب معايير الجائزة من الأولى أنه ياخد هاي الجائزة يعني هل تم الاختيار هل تم اختيار الموضوع مسبقا أو لا بعد ما يتم التقديم إلى الجائزة أو الترشح للجائزة بتم اختيار الموضوع؟ هلأ الموضوع السنة هو كان للشباب طبعا بعد اجتماعات مطولة من اللجنة الجائزة فقرروا أنه استنى للشباب تعرف الشباب الأردني يعني المبادرات الشبابية عم نحكي بشكل هل ليش الشباب نحكي عشان الشباب الأردني هو النسبة الأكبر في المجتمع وصراحة هو القادر على عمل تغيير إيجابي في مجتمعه وما شاء الله شبابنا يعني مبدعين أكيد عم نشوف إقبال واضح من قبل الشباب على المبادرات سواء مبادرات جماعية أو مبادرات فردية من قبل الشباب بزبط ومن خلال شاشة رؤية احنا دائماً بنشوف المبادرات الشبابية أكيد ممتاز طيب يعني لجنة التحكيم من مين مكونة هل تم تكوينها هل تم اختيار الأعضاء أو المؤسسات اللي راح تشارك بالجائزة لا باللجنة احنا مراعيين يعني وجود عدة جهات الجهات حكومية مثل المجلس الأعلى للشباب عندنا من الأعضاء عندنا مؤسسات مجتمع مدني مثل مؤسسة إنجاز عندنا مركز الشرق والغرب بالإضافة إلى ناس متخصصين بالمجال هم جايين بصفاتهم الشخصية جميل طبعاً بالإضافة إلى ناس عاملين في صندوق الأردوني الهاشم ممتاز طيب هل هناك أي معايير يعني ممكن هلأ لا أي من الشباب أي من الأشخاص اللي حابين يشاركوا بها الجائزة هل في هناك أي معايير متبعة لحتى تأهلهم إنهم يدخلوا وينفسوا بالجائزة طبعاً المعايير للجائزة أول شيء إنها تكون يعني محدث فرق في المجتمع يعني إذا إلها عشان إحنا عم نحكي فئتين السنة شباب ضمن جهة يعني مؤسسية أو شباب عم بيشتغلوا لحالهم هلأ الشباب اللي ضمن مؤسسات لازم يكون مرة على المبادرة سنة عشان يتأكد من استمراريتها وكيف أدائها والمجموعات الفردية والشبابية لازم يكون مرة ست أشهر هلأ بهاي الحالة في معايير عشان الواحد يترشح للجائزة إنه أحدثت فرق زي ما حكينا تكون هي بتلبي احتياج مجتمع إذا بنحكي عن جميع أنحاء المملكة فلازم تكون بتلبي احتياج مجتمع بتراعي البيئة بتراعي مشاركة الجندر يعني الذكور والإناث فيها فيها عمل جماعي وتكون فيها إبداع وتمييز ممتاز إن شاء الله يكون إن شاء الله أستاذ محمد كيف بقدروا يتواصلوا معكم لأي من الشباب اللي عندهم مبادرات كيف بقدروا يتواصلوا معكم هلأ في موقع للجائزة هو www.p.basma-award.org بيقدروا يفوتوا على الويب سايت هذا ويشوفوا المعلومات كلها اللي حكينا فيها وبتوسع ويقدروا ينزلوا طلب الترشح لهذا الإشي ويبعتوا على الإيميل اللي هو اسمحوا لي www.basma-award.org.jo وآسف عشان الموقع هو www.princesbasma-award.org ممتاز هذا بالنسبة للموقع أو بتصلوا بالسندوق الأردني الهاشمي لأي استفسارات طب قديش رح ياخد وقت تقريبا من المشرفين أو من لجنة التحكيم لحط يقرروا من هو الفائز بالجائزة هلا إحنا بس وصلنا الطلبات وزم حكي الثمانية وعشرين اثنين آخر يوم هلا بعدها بيصفي في فرج للطلبات وبيشوف الأولوية بعدين بنعمل كقائمة أولية للمبادرات اللي هي أخذت أعلى علامات بعدين بيصير في زيارات ميدانية وأصحاب المبادرات ممكن نطلبهم أن يجوا على الصندوق يعملوننا عرض تقديمي لهاي المبادرات وبعدين قبل الاحتفال اللي بنعلن فيه الجائزة اللي هو بشهر خمسة 2013 إن شاء الله رح يتخبروا الشباب قبل بوقت أو المبادرة أو المجموعة الشبابية ممتاز طيب شو الجائزة عبارة عن هلا هي السنة الماضي كانت 3000 دينار وإن شاء الله سنة رح تكون نفس الإشي ممتاز طيب بس بهذا يعني شرط أنه هاي تستخدم لتطوير وتنمية الجائزة المبادرة طبعا ويكون فيه متابعة من قبل الصندوق الأردني الهاشمي لحتى يشوفوا وين وصلت المبادرة من بعد ما حصلوا على الجائزة صحيح؟ طبعا زي ما حكيت الآن بلشت مبادرة اللجنة نسوي سنة الماضي بالمفرق بكلنا أبنائك بس السيدات بعملوها للسيدات يعني بعد أخذوا هنا الجائزة متابعتنا ليلها اتكبرت ووصلت يعني للشباب وللذكور بالمفرق فحنا منتاز وعام نشوف وين نعم توصل إليه نعم تتطور جائزة يعني احنا بالنهاية من نتمنى لكم كل التوفيق ما بعرف إذا بتحبك ممرة تجرع تعيد أستاذ محمد الويب سايت والإيميل لأي من الأشخاص الويب سايت هو princessbasma award.org نعم الإيميل p.basma-award.org.jo أو رقم تليفون الصندوق 551-8181 فرعي 454 سهل 551-8181 الفرعي بعدين من لقيه بس أنا أنجد بدي أشجع كل الشباب اللي عم بيحضروا هلأ الحلقة أو بسمع عنها إنهم يقدموا هي فرصة كتير منيحة لتنمية المبادرات وتطويرها أكيد أنا بدي أتشكرك سيد محمد العموش مشرف اللي جان الشبابية وعضو جائزة سمو الأميرة بسمع للعمل التنموي بالصندوق الأردني الهاشمي لتنمية البشرية شكرا إلىك ويعطيك ألف عافية أهلا وسهلا فيك كل التوفيق اشتركوا في القناة